السلام عليكم هنتكلم دلوقتي ان شاء الله عن الكلبريشن اول حاجة عايزين ارفع عنه هو الديفينيشن بتاعه هو عبارة عن العمل والتعاون بين افراد الورجينيزيشن الوحدة لتحييل الورجينيزيشن الجولز طبعنا كصاحب اورجينيزيشن ليه احب اطبق الكلبريشن عندي في الشركة احب اطبقه عندي لانه بيزود التعاون بين الموظفين فيزيد معها الكواليتي بتاعت الشغل فبالتالي يزيد الورجينيزيشن البرفورمانس وده هدفي كصاحب اورجينيزيشن طبعنا دلوقتي عايز اختار طول من التولز بتاعت الكلبريشن دي بس مش عايز اختاره على انه اساس وممكن اختاره على اساس بنشتغل عليه اسمه time space matrix وزي ما هو واضح من اسمه بيعتمد على شقين شق ال time وشق ال space هنستعرض دلوقتي من خلال اربع حالات اول حالة وهي الفيس توفيس انتراكشن دي بيبقى فيها الافراد في نفس المكان وفي نفس الوقت ساعتها بستخدم حاجة زي decision rooms او المؤتمرات او الاجتماعات تاني حاجة وهي ال continuous task دي بيبقى فيها الافراد في نفس المكان لكن مش في نفس الوقت طب الحالة دي ممكن تتحقق ازاي تتحقق لو احنا في organization فيها day shift and night shift فالناس بتاعت day shift عملت task والناس بتاعت night shift كملت عليه فاصبح انه مشتغلوا مع بعض في نفس المكان اللي هو نفس ال organization ولكن مش في نفس الوقت ناس في day shift وناس في night shift ثالث حالة معانا وهي remote interactions دي الافراد فيها مش بيبقوا في نفس المكان لكن موجودين في نفس الوقت طب الحالة دي ممكن تتحقق ازاي تتحقق لو احنا شغالين في organization multinational organization فساعتها ببقى عايزة تواصل مع الفرع الخارجي بتاع ال organization بتاعتنا فبضطر استخدم حاجة زي video conferencing او skype video call او اي وسائل من وسائل التقراج الحديثة تفيدني في الموضوع ده رابع حاجة وهي communication communication دي بستخدمها لما بيبقى الافراد مش في نفس المكان ومش في نفس الوقت حاجة زي ال e-mail مثلا انا ببعته لشخص هو مش موجود معي في نفس المكان ومش شرط يرد علي في نفس الوقت طب دلوقتي فيه اناظر evaluations لاختيار التول المناسبة لي حاجات مثلا زي المشاكل اللي بتواجهني على اساسها بختار التول المناسبة وبعد كده شوف اصلا ايه التولز متاحة معايا لو لقيت تول من اللي معايا تحليل المشكلة اللي بتواجهني بستخدمها ملاقيتش باضطر اشتري تول جديدة وساعتها بكونين الكوست بتاعتها بالبينفت لو كان البينفت اللي هجيلي منها اكتر من الكوست اللي هدفعه فيها بشتري التول دي لو العكس بدور على تول تانية طب انا عمال اقول طب ايه امثلة على التولز دي في حاجات زي جوجل ابس او الايميل او مايكروسوفت ابس خاصة الشير بوينت او اي موقع بقدر اكتب وعدل فيه المحتوى زي ما انا عايز ومثالة على المواقع دي ويكيبيديا شكرا لكم على استماعكم واتمنى نكون افدناكم بموضوعنا المختصر ده كان معكم مهند محمد حسن من كلية التجارة قسم الانجليزي